إذن مشاهدين عندما أيضا يجتمع أو تجتمع النغمات مع جمال المكان و جمال الطبيعة يكون هنا الإبداع والفن وأيضا تكون هناك الروح الجميلة في هذا المكان أيضا هذه من مبادرات الجميلة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إذن مشاهدين ننتقل معكم أيضا إلى موضوع آخر حيث غدت حياتنا اليومية مزدحمة بالكثير من الأعمال والمسؤوليات ما يجعل بعض منه لا يستطيع عداءها بالشكل المطلوب ربما لضيق الوقت أو عدم القدرة على تحديد الأولويات أو نتيجة تأجيلها حتى تأتي الفرصة المناسبة وهنا تأتي أهمية مهارات ترتيب الأولويات وإداراتها ورسم أهداف المستقبل وسرعة إنجاز المهام في الوقت المحدد وهذا سيكون موضوعنا مع ضيفتنا لينا زكي رباح مدربة حياة وتنمية بشرية أستاذ لينا أهلا وسهلا بك أهلا فيك أهلا وسهلا طبعا في البداية أستاذ لينا ما هي الأولويات وكيف يمكن للشخص معرفتها أول شيء خلينا نعرف شو معنى كلمة الأولوية الأولوية هي المهام والأعمال التي يجب أداءها والاهتمام فيها وتقييمها لحتى نقدر نحدد ما هي الأهم فالمهم هذه هي معنا كلمة الأولوية جميل يعني هناك أولويات في حياتنا بشكل عام ولكن ما أهمية أكيد نعم ولكن ما أهمية أستاذ لنا أن نجعل أولويات لبعض الأمور ونؤخر بعض الأمور حسب شو الشيء المهم فالأهم بالنسبة لإلي في معايير أساسية أنا على أساسها بحدد شو الأولويات اللي عندي لازم أحط قائمة بالمهام والأعمال اللي أنا لازم أقوم فيها وبعدين على أساس هيدا القائمة بحدد أولويتي حسب الإلحاح والأهمية تبعية هيدا هيدا الشيء اللي لازم أعمله بحدد أهدافي والهدف اللي بدي أحطه اللي أحققه لازم يكون smart goal يعني لازم يكون specific هدف محدد لازم يكون measurable ممكن قياسه achievable ممكن تحقيقه realistic يكون واقعي timely بدي يكون في time مع حيات حتى وقت وقت محدد لتحقيق هيدا الهدف فلما بكون أنا حاطت هذه القائمة قدامي فوقتها بقدر أني أحدد أولوياتي وأبلش فيها هدف ورد ثاني جميل يعني إذن أستاذ لنا هذه المعايير هي مهمة في ترتيب الأولويات ولكن أحيانا في بعض الأحيان عندما نضع هذه الأولويات نرى أن جميعها مهم وإن تم وضع هذه المعايير نضعها بالترتيب بالتساوي بين جميع هذه المهام فتتخربط الأمور هنا فما مدى أيضا أن نكون عقلانيين في وضع هذه النسب أو الأهمية من خلال هذه المعايير أوكي هلا أحيانا نحن فعلا منضيع وما منعرف شو بنا نعمل عشان هيك إليت مهم جدا أنه نحن نحضر قائمة بالمهام والأعمال والأهداف اللي نحن بدنا نحققها فبعدا بس القائمة تصير قدامنا بتطلع عليها وبتطلع على شو الأهم فالمهم بالنسبة لي بشوف شو الأشياء اللي هي عاجلة ومهمة وهيدي لازم أنا أبلش فيها وأنا أعملها بنفسي أما الأشياء مثلا اللي هي عاجلة بس مش مهمة ممكن أفوضها لغيري أنه يقوم فيها ويفضل لما أنا بدي أبلش بالمهام خلص أنا صار القائمة واضحة قدامي وعارف شو الأشياء اللي لازم أعملها أبلش يعني أبتدي بالأشياء اللي بتكون صعبة ومملة ليه لأنه أنا أول ما ببتدي أعمل شي بيكون عندي باور عندي أنيرجي هيدا البطارية بتبلش شوي شوي ها تنزل طاقتي فعشان هيك بيفضل أنه أبلش لما بدي أنجز هيدا المهام أنجزها بأبلش بالأشياء الصعبة والمملة وبلاستي يكون عندي خطة لتنفيذ هيدا الشيء يكون في الأشياء بدا طويلة المدى وأشياء قصيرة المدى فأنا لما بكون منظمة وعندي حسن إدارة للوقت فبقدر أني أحدد أولوياتي وأنجز المهام اللي بدي إيها جميل إذن يعني فعلا أحيانا قد نضع بعض الأمور نعطيها أولوية كبيرة وبعضها يعني تكون يعني هي خفيفة أو أمور خفيفة نؤجلها ودائما نبدأ بالشيء الصعب حتى إن خفت الطاقة أو لن يكون هناك من قدر على إنجازها من أجلها أو من فوضها لغيرنا أنه يعملها جميل طيب نرجع للمعايير أستاذ لينا أيضا هذه المعايير مهمة في كيف نحقق كل معيار أو نعطي كل معيار أهمية ذكرتي منها الوقت منها أيضا سرعة الإنجاز أتوقع هناك معايير معينة نبدأ خطوة بخطوة أستاذ لينا حتى نوضح هذه المعايير لكل من يتابعنا ويستطيع أيضا الوصول إلى وضع الأهداف بالطريقة المناسبة حسب الأهم فالأهم بالضبط هلأ في عنا نحنا كبشر عنا حاجات فنحنا لما بنعرف شو حاجاتنا على أساسا منحدد الأولوية عسب أهمية وإلحاح الشيء وأديه هو عاجل ومهم يعني أول حاجة بالنسبة لي أنا هي الحاجة الفيزيولوجية لهواء الماء الطعام المأوى ثاني حاجة هي مثلا الحاجة إلى الأمان أنا أحس بالأمان ثالث واحدة الانتماء الاجتماعي أنه أنا يكون عندي علاقات صحية مع أسرتي مع عائلتي من ناحية العاطفية من ناحية تكوين الصدقات لأنه أكيد أنا ما فيني يعيش لحالي الحاجة كمان إلى تقدير الذات تحقيق الذات وللتقدير أني أنا أقدر قيمة حالي مهم ومهم أنه أنا التقدير يكون من قبل غيري كمان الناس اللي مخاطين فيه لما بتلاقي ولد صغير لما بيعمل شي وإمه بتقوله ولا بيه أنا كتير فخورة فيك قد يكون مبسوط وبعززه وهيذا الشيء سيقته بحاله فهيذا الشيء مش بس الطفل اللي بحاجة لإله وحتى نحن الإكبار بحاجة لنحس بهيدا التقدير من الناس اللي بيعنوا لنا كمان في الحاجة للواحد يهتم بصحته يلعب رياضة يأكل أكل صحي الحاجة إلى الجمال الواحد يهتم بجماله يهتم بنفسه الحاجة لأخصص مي تايم يكون إلي أنا وقت لإلي أمارس فيه هواياتي أسمع فيه ميوزيك هذه كلها حاجات أساسية بالنسبة لإلنا ومعايير أساسية لازم نحط بعين الاعتبار لما بدنا نحدد شو هي أولوياتنا والمهام اللي بدنا نقوم فيها بالحياة جميل يعني أيضا من كلامك أستاذ لنا أن جودة حياة الإنسان واهتمام الإنسان بذاته بنفسه ورقي هذه النفس ينعكس على مهاراته في الحياة التي بالتالي تساعده أو تعينه على ترتيب أولوياته وأيضا تحقيقها حتى تكون محققة على أرض الواقع بالضبط نعم فما أهميت أن أيضا الإنسان يسعى دائما إلى الارتقاب بالنفس وانت ذكرت نقاط جدا مهمة الصحة والرياضة دائما الرياضة هي مفتاح أساسي لجميع المجالات ليست فقط في مجال ترتيب الأولويات إنما كل ما كان هناك عقل سريم جسد سريم يكون هناك أيضا فكر سريم يؤدي بالشخص إلى تحقيق أهدافه وترتيب أولوياته أيضا مزبوط وكمان هيدا بعزز مسئة الإنسان بنفسه لما أنا بيكون صحتي منيحة الفت الشيب طبعي شكلي حلو فأنا هيدا بعززلي سئتي بحالي بحث أنه شو ما ألبسه بيلبق لي من أما لما بكون ناصح ومبهدل يعني لو لابس لبس حلو بحثه مش لابق لي مش طالع حلو علي هيدا الشي بيقللي من سئتي بحالي فإذا مهم أني أنا اهتم بحالي بشكل خارجي طبعا بشكل الداخلي أكيد بس نحن ألا عم نحكي عن رياضة عن الجسم عن الصحة عن الاهتمام بالذات الاهتمام بتطوير النفس بتطوير المعرفة العلم يقول لك يعني لواحد أد ما تعلم وأد ما أخذ شهادات ما ما بيشبع لأنه لست الحياة عم تتطور وعم تتقدم والإنسان لازم يواكب كل هيدا الشيء لا يضله عم بيطور من نفسه صحيح الإنسان كل يوم يتعلم شيء جديد والعلم ليس له لا وقت ولا أيضا مدى معين طبعا يعني إلى أي مدى استذلينا قد تكون هناك حاجات أساسية لتحقيق التوازن في حياة الشخص أو حتى تحقيق توازن بين جميع الأولويات ما هي النتيجة التي سوف تنعكس على هذا الشخص مثل ما أحكيت قبل شوي حددت شوهن الحاجات للإنسان بحاجة لإلال هي الحاجات الأساسية لهواء والماء والطعام المأوى الشعور بالأمان تحقيق الذات تعزيز الثقة بالنفس الحاجة للعلاقات السوية مع المحيطين فينا علاقاتنا مع الأصدقاء مع الأهل مع الأسرة أخصت وقت لنفسي أكافئ نفسي لما بعمل إنجاز بشجع حالي أن أعمل مرة تانية أحسن لسا من اللي عملته فهذه كلها حاجات أساسية المفروض نحن كلنا نهتم فيها بحياتنا نعم طبعا التوازن والإتزان في جميع الأمور هو مطلب أساسي في حياة كل إنسان حتى تتزن أيضا حياته بالمقابل طبعا الأستاذ لنا زكي رباح مدربة حياة وتنمية بشرية كل الشكر على وجودك معنا في هذا المساء وأيضا إثراء هذا الجانب من حياتنا شكرا 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 إذن مشاهدي الكرام أي مجال فني له أسس وقواعد واليوم كما عودناكم نتعرف على أسس وتاريخ المسرح في فقرتنا التالية التي يقدمها الفنان لمراته المتميز مرعي الحليان دعونا نتابع الفنان مرعي ولا نعوده الإضاءة والديكور في المسرح عبر التاريخ بالنسبة للإضاءة من أيام الأغريق اعتمدوا على العروض بالنهار من مطلع الشمس إلى مغيبها وبالتالي كانت أغلب المشاهد التي تعرض هي مشاهد نهارية بعد شوي لما احتاجوا إلى يقولوا هذا مشهد يحدث في الليل وهم يشاهدوا العمل المسرحي على مدرج في النهار في وسط المدينة فكان يؤتى بمشاعل تشعل بالنار محمولة فقط للدلالة على أن هذا المشهد هو ليل ولكن في الواقع نحن في النهار فعملوا هذه الخدعة من أجل إيهام الناس بأن هذا المشهد يحدث في الليل تطورت الإضاءة من الاعتماد على الشمس إلى المشاعل ومن ثم تطورت الإضاءة أيضا إلى الاعتماد على المشاعل المغلقة عملوا بوكسات صغيرة من خشب وكانت بداخلها هذه القناديلة التي تشعل بالزيت وانعمل من هذه الإضاءة وكانت المسرحيات يعني تعرض ليلا واعتمدت على هذه الإضاءة مع التطور تطورت إلى الشموع ومن بعد الشموع تطورت مع اختراع الكهرباء ولمبة أديسون ظل نفس البوكس الخشبي ولكن وضعت اللمبة ووضع خلفها مراية صغيرة لكي تعكس مزيد من الضوء وظلت هذه الأجهزة تتطور عبر مسيرة المسرح إلى أن وصلنا اليوم إلى أحدث الأجهزة التي تدار بالمكسرات الديجيتل وأصبحت هناك الآن الشركات تتفنن في الإضاءات المسرحية ووصلتها درجة عالية من التكنولوجيا إلى البروجكترات التي تعمل تأثيرات على الخلفيات في المسرح على أرضيات المسرح وبروجكترات الآن تعمل مناظر فيديو مهمة على المسرح هكذا تطورت الإضاءة لكن ما زال المسرح يحتفظ بالتقليديات لأنه طلع تيار مضاد لاستخدام التقنية السينمائية أو تقنية الفيديو والبروجكتر في المسرح وقيل هذا يحول المسرح إلى سينما المسرح يجب أن يبقى مسرح بأدواته التي ابتكر بها لكي يختلف عن السينما عندما أعرض مادة فيلمية في مسرحية فأنا أكون كسرت الصنعة المسرحية وتيار كبير موجود الآن حديث ضد هذا استخدام الفيديو في المسرح باعتبار أن المسرح يستطيع أن يصنع مشهدياته بأدواته الخاصة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر